اشتركوا في القناة نقلهم الى منطقة سوق عين حلوان ومنطقة ترشكة سلهمهم 1160 باكية ل1160 باقعا اللي هو خالد عبدالعالم مدير امن القاهرة كان في المنطقة وقال ان احنا مش هنسمح اطلاقا بان يبقى فيه باعة جائلين علشان احنا عايزين نحافظ على المظهر الحضاري لبلدنا وده كلام صح وكان الصمت حتى تتضخم تلك الاماكن فتصبح اماكن مشوهة ما كانش فيه مبرر ان احنا نوصل لهذه الحالة لكن طالما وصلنا اذا وبرفق وبعقل بدون صدام ولازم يستجيب هؤلاء البعاء ويجدوها فرصة انهم يروحوا سوق ويتقنن شغله ترجمة نانسي قنقر